بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين ومن سار على نهجه ونهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقها وألحقنا بالصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور وفقنا الله وإياكم لمراضيه أيها الإخوة الكرام تكلمنا في مطلع الحلقة الماضية حلقة الجمعة عن شيء من مناقب أبي حفص فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه السيد أمير المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن شيء من مناقبه التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعن بعض مآثره رضي الله تعالى عنه ونستمر اليوم في الحديث عن هذا الجبل العظيم وهذا القائد المكرم وهذا الرمز من رموزيومة الإسلام كان عمر رضي الله عنه معروفا بالتقوى فقد كان تقيا بتقوى يعني مميزة يشهد بها الصحابة كلهم وهذه سيرته بين أيدينا حتى أنه من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى كما ورد عن عبد الله بن عيسى التابعي قال كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء من شدة البكاء من خشية الله صار هناك خطان من شدة حر الدموع ومن المعلوم أن دموع الحزن ودموع الخوف تكون حارة أكسى دموع الفرح دموع الفرح تكون باردة فكان لشدة يعني حر الدموع وكثرتها كان هناك خطان أسودان من البكاء في وجه عمر وبقي هذا الخطان إلى أن مات حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الذي غسل عمر بيده يقول وجدت الخطين الأسودين في وجه عمر عندما غسلته هذا من خشية الله وعنه شام بن الحسن رحمه الله قال كان عمر يقرأ القرآن فيمر بالآية يعني آيات ذكر النار أو آيات الخوف أو آيات التعظيم يمر بالآية وهو يقرأ فيبكي حتى تخنقه العبرة ثم يبكي حتى يسقط ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا يعني يمر وهو يمر على آية يبكي ويخترق ويسقط مريضا يعوده الناس يعوده الناس ومن تقواه أنه كان أيام خلافته يبيت ولا يوجد عنده مال يطعم به عياله فينامون جياعا حتى أنه مرة احتاج أن يذهب إلى مكان مكان لحاجة عنده فذهب هو وأحد الرعية ولم يكن عنده دابة كان هذا الذي من الرعية عنده دابة وعمر ليس عنده دابة فاستأجر دابة ذهب وقضى حاجته فلما رجع إلى المدينة يعني دار الخلافة والعاصمة رجع إلى المدينة كان عمر يذكر مشغلا بالذكر فتعلقت عمامته بغصن الشجرة وهو لا يدري لأنه مشغل بالله مغمض العينين ويذكر ويبكي فقال له هذا الرجل من الرعية قال يا أمير المؤمنين طبعا بعد أن مضت الدابة خطوات قال يا أمير المؤمنين علقت عمامتك في الشجرة ففتح عمر عينيه ثم نزل من الدابة وذهب وجاء بالعمامة ثم رجع فقال له هذا الرجل قال يا أمير المؤمنين ألا أرسلتني وأنا شاب أنت بلغت من العمر الستين ألا بلغتني أنا أتيت بها لك فقال له عمر سبحان الله وهل أنت خادم عندي هل أنت خادم أجير أعطيك أجرى لا أنت من الرعية بأي حال أستخدمك بأي حق أرسلك لم يرسله حتى لا يكون ظالما وهو صاحب القولة المشورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا اعتبر أنه آثم إذا أرسل غيره دون أجرى ثم قال له طيب يا أمير المؤمنين لا ترسلني الأرض حارة لماذا لم تعد بالدابة لماذا عدت مشيا قال الدابة ليست لي إنما هي مؤجرة أنا عندما استأجرتها من صاحبها قلت له سأذهب إلى هذا المكان وأرجع مقابل أجرة كذا ولم أقل له إذا علقت عمامتي بالغصن أني سأعود بالدابة لذلك لا يحق لي أن أستخدمها إلا بما اتفقت عليه يا ترى أي وراء هذا الله أكبر وذات مرة كان علي وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يمشيان في أحد يزقة المدينة فرايا عمر منهمكا يبحث هنا ويبحث هناك وكأنه أضع شيئا فقال له سيدنا علي أما تبحث يا أمير المؤمنين فقال عمر هرب بعير من بيت الصدقة فإن يبحثوا عنه فقال يا أمير المؤمنين ألا أرسلت من يبحث عنه فقال عمر ومن الوصي على بيت مال المسلمين إلا الخليفة أي يحملون عني أو زاري يوم القيامة الآن يحملون عني القضية يعني يعاوضون عن تابي والبحث عني يعني يتحملون هذا الأمر عني يتحملون أو زاري يوم القيامة فبكى علي وقال أتعبت من سيجيء بعدك يا أمير المؤمنين طبعا على فكرة أول من سماه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه لما توفي سيدنا أبو بكر وأبو بكر كان يلاقب خليفة رسول الله فلما صار عمر رأوا أنه من الثقل أن يقال يا خليفة خليفة رسول الله ثقيلة فاجتمع بعض الصحابة فارتأ علي رضي الله عنه أن يطلق على عمر لقب أمير المؤمنين ثم صارت بعد ذلك شعارا للخلفاء قال أتعبت من سيجيء بعدك يا أمير المؤمنين يعني ماذا سيفعل من يجيء بعدك حتى يصير مثلك مثل حرصك ومثل عدلك ومثل زهدك في هذه الدنيا كان زاهدا في الدنيا تماما لم تغره الدنيا وهو الذي فتح المشارق والمغارب يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بطشه وملوك الروم تخشاه في أيام خلافته فتح الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر وتم باقي الجزيرة وأجزاء من الأنظول تركيا الحالية وكان رضي الله عنه يعد أول من أسس الدولة أرخ بالتاريخ الهجري وكان يؤرخون من قبل بالوقائع وأول من وضع الدواوين ديوان الجند وديوان الرقابة وديوان الحسبة وديوان المالية مزارات يعني صارت دولة قائمة لها دولة مؤسسات وكان يطوف في الأسواق منفردا ويبحث عن خروقات أو شيء آخر لتطمين أمن العاصمة بالليل يطوف منفردا جنوده وصلوا إلى حيث تشرق الشمس وحيث تغرب دكوا عروش عشر ممالك عشر ممالك دكت عروشها في أهدي عمر وعمر حكم عشر سنوات فقط بهذه السنوات العشر دكت عروش المشارق والمغارب الآن تجد الحاكم يجلس على الكرسي عشرين وثلاثين سنة لا يفتح شبرا لا يعز الإسلام في شبرا من الأرض بل يخرج ويترك رعيته جياعا أما عمر ففتح المشارق والمغارب وأطاح بعشر وقيل بسبع من الإمبراطوريات وأهم الإمبراطوريات الإمبراطورية الفارسية الذين هم حكام المشرق وسيطر على كل شبر من أراضيها أدخل إليهم الإسلام بعزي عزيز أو ذل ذليل وكذلك أسقط الإمبراطورية الرومانية وكل منهما عمرها أكثر من ألف سنة أسقطها عمر بالحفاة العرات الذين خرجوا لا يحملون إلا الإيمان أسقط تلك الإمبراطوريات وأوصل إلى الرعية إلى رعية بلاد فارس ورعية بلاد الروم أوصل إليهم العدل بعد أن كانوا يعيشون عبيدا مضطهدين للملوك أوصل إليهم عدل الإسلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور كان عمر إذا ذكر يخاف الأباطرة والقياصرة والملوك ويرتجفون وهو ينام على حصير قد طبع على جلده ويبيت الليل لا يجد طعام يأكله ثيابه ممزقة إذا تهرأت لما مضى عليه من أمد طويل فكلما تمزق منها شيء رقعه حتى عد في ثوبه بضع وثلاثون رقعة وكان يقول ما خلقنا إلا للبلا نحن خلقنا أجسادنا ستبلأ كيف في الملابس؟ ولتبلأ الملابس أجسادنا ستبلأ فكيف بالملابس؟ فكان لا ينظر إلى الدنيا أبداً ولو أراد الدنيا فقد فتحت أمامه الدنيا بمصارع يعني أبواب الدنيا فتحت له بمصارعها ورغم ذلك لم تغره الدنيا طرفة عين أبداً لم يغرب الدنيا طرفة عين ملك الروم أرسل رسوله فدخل المدينة المنورة مستغرباً ما هذه البيوت من الطين؟ بينما بيوته الأباطرة من الذهب والفضة والرخام والحجر دخل فوجد بيوتها استغرب من ها هنا خرجت الجيوش التي غلبتنا على الشام وقهرتنا على أملاكنا وأسقطت إمبراطوريتنا بحيث جعلت هراق العظيم الروم سيد المغارب يرسل إلى عمر بالتحية والسلام والمودة يطالب الهدنة أرجوك أعطيك ما تشامل أموال لكن أريد هدنة أريد أن أكون من رعيتك أريد أن أكون يعني أبداً بين يديك لكن فقط أبقي لي العرش أرسله بالسلام المودة فقال أين بيت عمر؟ قالوا هذا بيت عمر وإذا هو بيت يعني كثير من بيوت الصحابة أفضل منه بيت من طين أين عمر؟ قالوا عمر في المسجد وكان ينادى عمر على فكرة يعني يقال له أمير المؤمنين لكن من أراد يقول له يا عمر لا مشكلة يا عمر بل كان أحياناً يناديه كبار السن يا عمير يا عمير فيقول لبيك كبار السن والنساء العجاز ولكذا يا عمير هكذا يقولنا له وهو الخليفة قاهر المشارقي والمغارب فيقول نعم لبيك هكذا فجاء هذا الرسول الهرق فنظر وإذا عمر نايم على المسجد ثياب ممزقة وينام على التراب لا يوجد عنده حتى حصير في المسجد قال هذا عمر هذا أمير المؤمنين هذا الذي تخاف منه المشارق والمغارب هذا الذي تهددوننا بدرته بدرته الدر عصى عمر كان إذا حملها ارتجفت الدنيا كلها هذا قالوا نعم هذا فاستيقظ عمر منظر هكذا وكان عمر معروف كان يعني يقوم الليل وفي النهار يقضي بين الرعية كان يقال له متى تنام كان يقول إذا نمت في النهار ضيعت الرعية وإذا نمت في الليل ضيعت نفسي فكان نومه قليلا جدا فوقت الضحى ووقت قيلولة كان ينام في المسجد حتى ينال أجر الاعتكاف فاستيقظ هذه النومة الساعات لحقو عليهم تعالوا قعد جاك موفد من بلاد الروم فاستيقظ فقال له هرقل يقرأ عليك السلام لم يقل عليه السلام لأنه لا يجوز السلام على الكفار حتى يؤمنوا فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام عليه التحية قيل له فقال له هذا الرسول هرقل قال أأنت الذي غلبتنا على الشام وعلى مصر وعلى أنطاكيا وعلى الأناظول أأنت الذي تخاف الملوك بعروشها وحصونها منك لا يقر لهم قرار من هيبتك ولا يغمض لهم جفن خوفا منك هذا حالك ثم قال ولكن لا عجب هذا الرسول الرومي قال لا عجب عدلت فأمنت فنمت أما ملوكنا فظلموا وجاروا فتحصنوا كي يأمنوا من بطش الرعية أما أنت عدلت فأمنت فنمت هذا لم يكن مسلما الذي شهد له كان كافرا لكنه أشرف من كثير من المسلمين الذين يتنكرون لفضل عمر يتنكرون له وربما يشتمونه ويسبونه هذا مع كفره أشرف منهم لماذا؟ لأنه قال بالعدل هو لم يشهد له لا بدينه ولا بالشيء أخر هو لا يهم مسألة الدين لكن شهد له بالحق قال عدلت فأمنت فنمت كنت عادل ليس لك ظلم على أحد لذلك لا مشكلة أن تنام لا مشكلة أن تنام دون حراسة ودون حصون ودون عروش ودون قصور ودون جدر تنام في مسجد ليس له باب المسجد ليس له باب فتحه فقط وتنام على التراب نعم هذا هو عمر هذا هو عمر كان يعرف المنازل ذات مرة كان يمشي هو وعلي وطلحة والزبير وسعد صناديد الإسلام الأئمة الفاتحين رجالات الإسلام الكبار كان يمشي ويتكلمون بشأن الدولة وشأن الفتوحات وإذا امرأة تنادي يا عمير تنظر قال إنها خولة بنت ثعلبة ثم ذهب تركهم قال أصبروا لي فأخذت تكلمه بكلام النساء سوق وطعام وعمر ينتظر الصحابة ينتظرون أمير المؤمنين الموضوع أهم نتكلم في شأن الدولة ونتكلم في شأن الفتوحات ونتكلم فيما يخص أمر دين هذه المرة تكلمه عن طعام في الأسواق وعمر واقف ينتظر ومطرق برأسه أمامها ويتكلمه يا عمير ما رك أجوز في السن ربما أكبر منه بعشرين سنة لكن من يجر أن يقوله تعالى يا أمير المؤمنين حيبة عمر حيبة عمر كان إذا مشى هربت الناس دون أن يطلب منهم هربت الناس وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى الشيطان يهرب منه يخاف ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان خلافه ينتظرونه فتأخر عموما أتمت المرة كلامها وذهبت بحدبتها وعصاها ذهبت ثم عاد عمر قيل له يا أمير المؤمنين نحن نتكلم في أمر الدولة وعمر مهم جدا هذه المرأة نادتك بكلام يعني يمكن له وقته غيرك يمكن أن يجيب عليها قال أتعلمون من هذه هذه خولة من دوث علبة التي قال الله فيها قد سمع الله هذه خولة من دوث علبة التي قال الله فيها قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله كلمت رسول الله بأمر فسمع الله كلامها وأنزل فيها قرآن أن يتلى إلى يوم القيامة الله قال قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها الله سمع قولها أفلا أسمع قولها عمر والله لو بقيت تتكلموا اليوم كلها لا استمعتوا لها ثم ذهب نعم كان يعرفوا المنازل رضي الله عنه لنا في الموضوع بقية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام مرة أخرى كعادتنا في حلقة وسط هذا الأسبوع سنجيب على ما وردنا من أسئلتكم الطيبة من خلال تآليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة في منصة الفيسبوك ونبدأ على بركة الله تعالى هنا أخت تسأل تقول هل حرام علي أن ألبس قميصا عريضا يصل تحت الركبة وألبس بنطلونا عريضا جدا هل هذا حرام يعني الأصل أن المرأة لا يجوز أن تفصل جسدها إنما الواجب على المرأة أن تلبس الملابس الفضفاضة التي لا تصف ولا تشف لا تصف بمعنى لا تجسد جسدها بأن يكون القدمان يعني أن تلبس بأن يكون الرجلان ظاهرتين يعني أن تلبس بنطلون وأن لا يكون ضيقا يفصل جسدها هذا حرام يجب أن يكون فضفاضا وأن لا يصف بمعنى لا يكون خفيفا يصف ما تحته إذن يجب أن تكون ملابس سميكة وأن تكون فضفاضة بالنسبة للقميص الذي يكون تحت الركبة إذا كان تحته تنورة مثلا لا بس وإذا كان البنطلون كما وصفته عريضا جدا بحيث لا تظهر الرجلان منفصلتين لا مشكلة في ذلك إن شاء الله حكمه كحكم التنورة يعني بما أنه مثل التنورة فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات يكون إن شاء الله حكم التنورة لكن لا يظهر أن الرجلان منفصلتين اللبس في الرجلان يكون مفصلتين يجب أن لا يظهر هذا الأمر أما إذا كان البنطلون تحت هذا القميص لا يجوز نعم أخ يسأل يقول أمي عمرها ستون سنة دائما تنسى عدد الركعات أثناء الصلاة هل يجب أن تعيد الصلاة أم ماذا تفعل لا أخي لا لا يجب أن تعيد الصلاة هذا مشقة عليها لكن أخبرها أنها إذا وهمت في عدد الركعات فلتبني على الأقل يعني هي في الصلاة شكت هل أنا في الركعة الثالثة أم الرابعة فلتعتبرها ثالثة ولتعمل بأعمالي الثالثة شن أعمالي الثالثة؟ ركوع سجدتين وتقوم إلى الرابعة وإذا شكت هل هي في الثالثة أم في الثانية فلتعتبرها ثانية ولتعمل بأعمالي الثانية شن أعمالي الثانية؟ تركع أو تسجد سجدتين وتقعد التحيات الأولى هاي أعمالي الثانية صح؟ هذا إذا كان الشك أثناء الصلاة أما الشك بعد الصلاة فلا يؤثر إنسان كان يصلي وسلم ورما السلم قال والله يمكن صلت بس ثلاثة ولا يهمك اترك صلاته كانت صحيحة صلاته كانت صحيحة الشك بعد الصلاة لا يبطلها ولا يؤثر عليها فقط الشك أثناء الصلاة سوي مثل ما قلت لك أو قلها خالد سوي مثل ما قلت لك إذا كانت ما تدري ثالثة أو رابعة تعتبر ثالثة ثانية لو ثالثة تعتبر ثانية هكذا تبني على الأقل نعم الأخوة الذين يطلبون الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيكم ما ما سألتم وأن يرزقكم من خير الدنيا والآخرة وأن يحفظكم بما يحفظ به عبادة الصالحين وأن يعطيكم رغائبكم نعم أخت تسأل تقول أنا أسكن في إيجار هل يحقق لي أن أخذ قرضا من المصرف لأجل أن أشتري منزلا هل هذا حلال أم حرام أختي إذا كان لك وارد طبعا إذا كنت تسألين عن قرض ربوي إذا كان قرض الإسكان أو القرض العقاري فإن شاء الله ليس فيه مشكلة لأنه إذا كان عندك قطعة أرض يعطونك قرض الإسكان وهو ليس فيه فوائد هم صرحوا بأنه ليس فيه فوائد ما لم يتغير القانون أحيانا جتني مرة غير أو القانون حسبوا بيه فوائد هذا رح يكون حرام ثم بعد ذلك ألغي لا أدري على أي الأمرين استقر لكن في القانون إذا قالوا ليس فيه فوائد فسوى هذه القرض الإدارية هذا إن شاء الله ليس حراما لكن إذا قصدت القرض التي فيها تصريح بالفائدة هنا سيكون هناك التفصيل إن كان لك وارد لكم طبعا الواجب هو النفقة من الزوج ليس من الزوجة الزوجة ليست ملزمة بأن تنفق على زوجها ولا أن تنفق على السكن إنما هو واجب الزوج إذا كان واجب الزوج أو إذا أنت كنت ربطة البيت ما أدري هو من المقصود عموما صاحب النفقة إذا كان يملك واردا يكفي للإيجار ولسد نفقات العيال الوارد يكفي هنا لا يجوز أن يقترض القرض الربوي لأنه حرام والقرض الربوي لا يجوز إلا للضرورة وهنا الضرورة منتفية لا توجد الضرورة لأنه يستطيع أن يؤجر يعني البديل موجود أما إذا لم يكن له وارد يكفي للإيجار ولنفقة العيال بحيث يفطر أن يقترض شهريا يقول لك والله أنا الراتب مالي ما يكفي الوارد مالي بصورة عامة يجوز عنده غير الراتب يجوز عنده محال يجوز عنده مصطحة أخرى الوارد المجموع من المجمل يقول ما يكفي للإيجار ولنفقة العيال يخلص نص الشهر يخلص كذا يوم من الشهر بعد ذلك أبدأ الدايا شو وقت يسدد من يجي الراتب الجاي هذا من يسدد راح ينقص فرح يجزر عليه إذا كان هو مثلا عشرين يوم خلص الراتب هل عشر تيام من راح يسدهن الشهر الجاي أقل من عشرين يوم ليش؟ لأن ذلك الراتب الكامل مشاء عشرين يوم طيب الآن الراتب ما راح يصير ناقص لأنه يسدد ديون الشهر الماضي فرح يكفي جوز 15 بعدين عشر بعدين خمسة بعدين راح يكون كل ديون ففي هذه الحالة نعم يجوز له لأن السكن ضرورة وبما أنه لا يستطيع أن يؤمن على نفسه السكن ونفقة العيال فيحق له هذا القرض يحق له هذا القرض ليؤمن على نفسه السكن لكن نقول أن لا تكون نفقة بالإسراف مو الله قاضيها عصائر وبقلاوة وفاكهة ما أقول لك لا تأكل منها لكن لا تسرف مو يكون إسراف بلا شك الراتب ما يكون فيك إش قد ما تستلم لو كان هناك إسراف لكن النفقة المعتدلة أن يأكل كما يأكله النص في العرف ما أقول لك يقضيها فلاف الحمص لا ولا يومي لحم لكن الشيء المعتدل لقمة هنية تأكل يعني خلينا نقول تمشي حالك مرة إي مرة لا بما يوافق العرف فخلينا نقول المعتدل العيش المتوسطة هذا بالنسبة للنفقة والإيجار كذلك فإذا لم يكن الوارد يكفي لهذا نعم يحق لك هذا الغرض إن شاء الله نعم يعني قبل مدة حدث أمر والآن وعيده لأن كثيرا من المعلقين بلا فهم وبلا علم يعترضون والله ليتني أن يأتي متخصص بالعلوم الشرعية ويناقش أستفيد منه وقد يستفيد مني لكن أنا أتي إنسان غير متخصص ويقول هذا يفتي بالربا هذا يفتي بالحرام تعال أقول لك يا أبا الربا ويا أبا الحرام قبل مدة رجل عنده راتب وما عنده لكن لا يكفي للإيجار وللنفقة شي سوي راح على عالم إمام خطيب قال يا شيخ عندي يعني عندي راتب لكن ما كفيني نص الشهر فوق نص الشهر لازم الداين قال لي ما يصير هذا قرض ربا وهذا حرام ومن أكبر الكبائر تمام أكبر الكبائر ما كوش يبشر عسمه ضرورة قال لي لكنك ما تشمل لك الضرورة هذا الرجل أخذ بفتوى العالم مع الأسف ولم يشتري تراكمت عليه الديون تراكمت عليه الديون قام يجي رأس الشهر الراتب ما لا يتسدد الديون وبعده مطلوب وهم لازم يأكل يعني هو سدد الديون ما يريد يأكله وعياله ما يريد فعي إيجار الإيجار ابنه صاري الإيجار الديانة لأن الراتب يروح للديانة لقد دام حتى ارتكبته الديون وما عدا يستطيع أن يسدد ثم اشتكى عليه الديانة وحبس من سجن عندئذ حضرت جناب العالم قالهم يصير تأخذون قارض ريبوي يطلعوا من السجن لأن هذا ضرورة طيب هذا القارض الريبوي رح يطلعوا من السجن ما رح يشتري بي بيت ما رح يشتري بي بيت قلناها لا يستالفون نعيدها مرة أخرى هذا القارض بس رح يطلع من السجن انت لي وقعت بالسجن يا بله الفتوى انت لي وقعت بالسجن. ذي تسحوا تطلعوا من السجن والله. هذا القارض رح يطلع من السجن. ما رح يقدر يشتري بياته. ولو من البداية مشتري بيات بهذا القارض. اللي انت الآن افتيت له. ولو من البداية مشتري بهذا القارض. ما كانوا. اصلا ما كانوا سجن ولا كانوا طلب ولكن هذا رح يسدد ديون. متراكمة. ورح يرجع النوب من جديد. ما يقدر يأخذ قارض آخر مين سدد ما يقدر يأخذ أرض آخر رح يرجع لنفس نفس السالفة القديمة رح يرجع لنه بالراتب ماله ما يكفي وهنا ما رح يرجع يدعين وهالمساكين يبعون عالبهم يدورون اللقم يأكلوها بالله عليكم هل هذه شريعة الإسلام هل هذه عدالة الشريعة هل هذه حكمة الشريعة لا ليست هذه حكمة الشريعة أبدا أبدا أختي الكريمة أنت سائلة إذا كان واردك لا يكفي للإيجار ولسد نفقات المعيشة يحق لك هذا القرض كي تشتري بيتا تتخلصين منه من الإيجارات ويبقى الباقي للمعيشة ولسداد الدين إن شاء الله نعم أخ نيسل يقول هل يجوز للميت أن يوصي أخاه أن يتزوج زوجته بعد الموت إنسان على وشك الموت قد أوصى أخاه أن يتزوج زوجته ويقول هذه أمانة برقبة أخي خشية أن يحرم أولادي من الأرث إلا إذا تزوج بها أخي طيب وكذلك ليربي أبنائي الأيتام لكن هي لا توافق زوجته لا توافق تقول أريد أن أربي الأيتام والله هذا الرجل نبيل بصراحة هذا الرجل نبيل يعني مو سهل إنسان يقول خلي زوجتي وراء ما موت يزوجها أخي ويزوجها إنسان آخر لكن هذا إنسان نبيل وطبعاً مو حرام ليس حراماً بالعكس يعني هو عندما ذكر هذا الأمر يريد الحفاظ على أبنائه على من يربيهم لأن العم بلا شك هذا ينظر ولده أخوه ولده والعم أب العم أب سماه القرآن الكريم أباً ماذا قال فيه سيدنا يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم جده وإسماعيل عمه أخو أبيه وإسحاق أبوه عليه الصلاة والسلام يعني العم أب فهو أراد أن يكون عمهم أباً لهم يعني نبيل رجل نبيل بصراحة أما بالنسبة للزوجة هي ترفض طبعاً بلا شك يحق لها أن ترفض هذه الوصية ليست ملزمة الوصية هذه هل هي ملزمة لأخيه بحيث إذا لم يتزوجها أخوه يكون آثماً لا ليست ملزمة هل هي ملزمة لزوجته كذلك ليست ملزمة ليست ملزمة لكن لو أرادوا أن يفعلها فهذا أمر خير وإن لم يفعلها فلا يأثمون هنا يقول الزوجة لا توافق لأنها تريد أن تربي الأيتام حقيقة نصيحة لها أن توافق لماذا؟ إذا وافق يعني أخوه لماذا؟ صح الأم تعطي الحنان لكن الأب هو السقف الظليل والسياج الحامي الأم تربي داخل بيت لكن خرج البيت ليس لها القدرة فالأب يعني وجود أبل للأطفال خاصة العم هنا أفضل من الغريب يرعاهم أكثر على أي حال لا أتدخل في هذه المسألة من ناحية اجتماعية لكن من حيث النصيحة أقول لها لو وافقت إن لم يكن هناك أمور أخرى لا أدري أنا بها لكن على أي حال بالمجمل هذا أفضل لكن هل هذه الوصية ملزمة؟ لا ليست ملزمة ليست ملزمة أخ نيسل يقول كيف أكفر عن ذنبي أنا اشتريت جهازا أو أخت أنا اشتريت جهازا ضمن المقاطعة ضمن مقاطعة المنتجات التي تساند الكيان الصهيوني رغم أني مقاطعة وأعرف أن هذا حرام لكن اشتريت وضميري الآن يؤنبني خاصة بعد أن سمعت كلامك عن المقاطعة كيف أكفر عن ذنبي يعني في الحقيقة هو مثل ما نقوله قال فاس بالرأس وأنت اشتريت الجهاز ولا نقول لك بيعيه لا نقول لك بيعيه لأنك إذا بعت أيضا ستروجين بضاعتهم لكن الأفضل الأفضل أن تغلق الجهاز وتشتري غيره من أجهزة غير المقاطعة لماذا؟ لأن اشتغال هذا الجهاز يظهر لأن الجهاز بيرقم بيرقم ويظهر عندهم أن هذا الجهاز مستعمل ففي حالة إغلاقه والأفضل إخراج البطارية منه سيظهر عندهم أن هذا الجهاز متوقف وهذا جزء من يعني سيظهر عندهم يظهر عند الشركة أن هذا الجهاز تم إغلاقه رغم أنه جديد وفدي حديثا لكن تم إغلاقه سيظهر عندهم ويعرفون السبب أن هذا تمت مقاطعته أو شيء آخر عموما هو فيه رسالة سيظهر عندهم أما استمراره استعماله فسيظهر عندهم أن هذا الجهاز مستعمل نصيحة إذا كان عندك إمكاني مالية وعندك هذا الغير على الدين ما شاء الله تبارك الله أن تحول المعلومات من هذا الجهاز إلى جهاز آخر وأغليق هذا الجهاز إلى يعني أجل غير مسمى إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى وأسأل الله تعالى أن ينصرنا وتزول والفتاوى المقاطعة كما تعرفون هي فتاوى آنية وفتاوى زمانية قد يتغير مستقبلا ونسأل الله سبحانه وتعالى تأمين العواقب لا أعلم لك كفارة إلا هذا أخون يقول هناك امرأة من أقاربنا تعرف امرأة عندها تبياتة فهذه المرأة التي هي من أقربائي يأتيها الناس فيعطونها التباييت الآن نشرح لكم هذه المصطلعات الغريبة هي توصلها للمبيتة أي أنها وسيط بين الناس والمبيتة فهل هذا حرام أم ما حكم ذلك راح أقول لكم شن معنى التبياتة وشن التباييت هاي مصطلحات عراقية ربما لا يعرفوا ألا أهل العراق بعض أحواننا يشاهدوننا من خارج العراق هناك بعض الدجاجلة الدجالين أو ربما بعض المخدوعين أكونا استعلموا هاي الطريقة يظنونها صحيحة فتعلموها وأيدهم عليها الجن الكافر هسا أقول لكم شن ربطها بالجن بالنسبة للتبياتة إنسان يعطي جزءا من ثيابه أو من ثياب إنسان آخر أو ربما جزءا من أغراضه مش شرطة لملابس لكن غالبا ملابس وبعض السفهاء يطالب ملابس داخلية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا زيادة في السفاهة يقول لها جيب لي ملابس وبعض الناس يقول لك لا خلص أي ملابس حتى لو كان سترا أو يقول لها أبيتها عندي على أساس يخليها جو المخده وينام ويرى الطالع يشوف هل هذا مسحور لو لمسحور هل هذا يكون عليه عين ولا ما عليه عين هل هو موفق بحياته ولا ما موفق وكأن القدر مسجل برام ما أدرب هارد ما أدرب شيء آخر موجود في هذا الملابس لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شون عبق جهاز ورح يتفرج به يقول لها شوفه بالحلم هل هو فعلا يعني يرى هذا في الحلم ربما هذا لأنه من أعمال الدجل فإن الشياطين تتدخل ليستمر هذا الخداع فالشيطان ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يعبث فيما نعم يحدكم فأحيانا الشيطان يري الإنسان يري الإنسان بعض الأشياء كذب طبعا ليقول لينخدع حد نفسه هاي المتبيات نفسه تنخدع يقول إيه والله إذا نها نشوف إذا نها سألفة صحيحة فيريها الشيطان أشياء لا أصل لها ربما إنسان كل شي ما به يقول أنت مسحور ويقول أنت مريض يقول أنت معيون يعني عليك عيان يقول أنت ما موفق قد يكون كذب أصلا هو لم يرى شيئا لكن يخبره بهذا كي يسحب منه الأموال وربما يراه يريه الشيطان لكن أنا بلا مشكلة هي هاي المتبيات مشكلة هي الناس الحمقى الذين يظنون بأن القدر موجود بالملابس قدرك إذا كنت مسحور ترى هذا قدر وإذا كنت معيون محسود هذا قدر أما مسألة التوفيق وعدم التوفيق والحفظ وغير الحفظ مثل ما تسموها أنتو كلها مقادير بلا شك شو اللي علاقة بالملابس زين هاي الملابس من تهرى ما رح تذبها بالزبل رح تذبها بالزبل شو ناس أنت تنطيها شو نعم كل عقلك يعني بلا هذا دجالي أنت عقل ما عندك شو الحماقة شو نه السذاجة كل شي يقول لك الصدق ولأك دجاجلة وأحذر ربما يكونون سحرة فيعملون السحر على هذا الثوب بحيث من تلبس أنت رح يسحرك يسحرك يخليك مجذوب نحو كل شي يقول لك الصدقة وكل شي يقول لك كل شي يريد منك تنطيه احذر دير بالك السلم لحيطك بيد ساحر أو ساحرة هذا كله دجال ماكو شي بالإسلام اسمه تبياتة ومثل ما قلت لكم إخواني بعض الناس دجاجلة وبعض الناس مخدوعون الدجال دجال هو يدرب نفسك كذاب أو يدرب نفسه ساحر أما المخدوع شاف إنسان يشتغل بالتبياتة أحسن بيضان عبالة رجل صالح قال له ما سأسوي هذا ربما انطى دعاء ربما علم صلاة الاستخارة ربما يستوى له وقال له خلق وتعطيك ما جو المخدأ هذا صدق عبالة صدوق نام والشيطان يجي عليه دا يستغله وصار هذا مطي جوى الشيطان خلينا نستخدم هالعبارة صار مطية يستخدمها الشيطان لتمرير مشاريعه الخبيثة إبليس لعنة الله عليه فاتخذ من هذا المخدوع مطية وصار يريه الأحلام والأحلام كلها كذب كلها كذب يعني يشوف فلن حلم لكن الحلم ليس له واقع يشوفه مسحور يشوفه معيون يشوفه كذب وهذا الرجال بري كل شيء ما عنده فأصحاب التبياتة إما مخدوعون وإما دجاجلة كذابون دجاجلة كذابون فاحذرون على ايتيحال على ايتيحال لا يوجد شيء في الإسلام اسمه التبياتة حرام كذب دجل أما بالنسبة لهذه المرأة التي هي صارت يعني وسيطة بين الناس وسيطة بين الناس وبين بين أولئك الأهل التبياتة هل صفحتها بريئة؟ لا آثمة هذه دالة على الشر الدالة على الخير كفاعله والدالة على الشر أيضا كفاعله إخواني الدالة على الخير كفاعله والدالة على الشر أيضا له مثل وزر فاعله تمام؟ هذه نقطة يعني مثل مسألة الرشوة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما الرائشون الذنبه ترى لا منطي فلوس ولا ماختي فلوس سوى أنهم متوسط رابط هذا بهذا رابط هذا بهذا فهذا كله حرام وهذا كله غير جائز تمام؟ فعليها أن يعني عليها أن تتقي الله ولا تربط بين هذا وذاك نعم أخ يسأل يقول رأيت في مناظرة بين اثنين مناظرة مذهبية بين اثنين أحدهم قال بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرأ الفاتحة في الصلاة يقول صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الظالين بإضافة غير قبل الظالين هل هذا صحيح؟ لا لم يقرأها في الصلاة لم يقرأها هكذا في الصلاة قرأها خارج الصلاة على التفسير والتعليم يعني قال غير المغضوب عليهم أي وغير الظالين دعا يشرحها للصحابة يشرحها للصحابة يقول غير المغضوب عليهم وغير الظالين أنا أيضا شفتها من مناظرة وإنسان أراد أن يحرف القضية فرتلها ترتيلا رتلها ترتيل حتى عبارة غير المغضوب عليهم عمر رضي الله عنه قراءها تعليما يعلم الناس يشرحها لما أقولك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين أي أعبدك وحدك وأستعين بك وحدك هموها العبارة اللي زدتها أنا ضمن الفاتحة لا لكن يشرحها فعمر كذلك كان يشرحها ثم ليس عمر فقط في كتاب بحار الأنوار وهو من كتب الشيعة الإمامية أن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا عبارة غير المغضوب عليهم وغير الظالين أيضا الحسين رضي الله تعالى عنه أيضا كان يشرحها وكان يفسرها رضي الله تعالى عنه وأيضا موجود تفسير الحسين رضي الله تعالى عنه لهذا المقطع في بحار الأنوار أيضا قال غير المغضوب عليهم وغير الظالين فكلهم قرأوها لكن ليس في الصلاة ليس في الصلاة إنما قرأوها تفسير رأي يشرحونها للصحابة رضي الله عنه أخ يسأل يقول ما حكم لبس الأسود لأكثر من أربع سنوات لبستها أمي بعد وفاة أبي الأخ إهاب الجبوري يقول أمي لا زالت منذ أربع سنوات تلبس الأسود يعني بعد موت أبيه رحمه الله شوف أخي بالنسبة للبس الأسود له ثلاثة أحوال إما إنسان يعتقد أن هذا أمر شرعي وإما إنسان لا يعتبره أمرا شرعيا إنما يعترض به على قدر الله تعالى وإما إنسان لا هذا ولا هذا فأما الذي يعترض على قدر الله تعالى بهذا الأسود فهذا حرام قطعا وقد يصل إلى الكفر العياذ بالله الاعتراض على قدر الله وأما إذا اعتقد أن هذا أمر شرعي فهذا مبتدع هذا مبتدع لأن هذا ليس من الشريعة الحداد نعم عدم لبس الملون يكون أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة وهو الحداد تمام وأما إذا لا هذا ولا ذاك إنما هو عرف وتقول أنا لا أعتقد أن هذا من الشريعة ولست معترضا على الله آمنت بالله ورضيت بالله بقدر الله هذا ليس حراما ولا هو عبادة نعم يعني مباح أمر مباح غاية ما هناك ليس هناك أكثر أخون يقول النبي صلى الله عليه وسلم مأصوم بالوحي وليس بكل شيء هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أخي أنت مخطئ جمهور أهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأصوم قبل البئثة وبعدها في أمور الدين وأمور الدنيا تعرف لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا باتباعه أمرنا باتباعه ولو كان يخطئ لأمرنا أن نتباعه على خطائه لأمرنا أن نتباعه على خطائه ستقول أن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فأخذوه يقصد الوحي لا ماذا أقول على هالآية إنما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما معنى الأسوة التقليد المطلق هناك فرق بين أسوة وقدوة القدوة هو التقليد ببعض الأمور ربما أنا أقلد كافر لكن بمسألة ما مثلا نقول اقتدوا باليابان في جودة الصناعة اليابان صناعتهم جيدة خموة أقول عبدوا بوذا اليابان يعبدون الوثن بوذا لا اقتدوا بهم في جودة الصناعة لا أقول تأسوا بهم التأسي هو التطبيق المطلق والتقليد المطلق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوة ولم يقل قدوة تمام إذن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه حتى في طريقة أكله وطريقة نومه وطريقة لبسه إذا قلدناه نؤجر على نية التقليد انتهى وقت البرنامج أسأل الله تعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح على الأعمال صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آل وصحابي أجمعين طبتم بخير ودمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته